وحول ما أعلن اليوم من توجيهات سامية معنا عبر الهاتف من المنامة الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر مساء الخير استاذ سوسن وبداية أعلن جلالة الميك المفدى اليوم خلال ترأس جلسة مجلس وزراء أنه يتعذر على البحرين حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما لم تصحح من نهجها بالإضافة إلى توجيه جلالته بفرض تأشيرات دخول إلى البلاد بما يحفظ أمن وسلامة مملكة البحرين بدءا بقطر التي كانت ولا تزال البحرين من أكثر الدول التي تضررت جراء سياستها يعني ما هي قراءتك لهذه التوجهات أعتقد أن البحرين الآن وضعت الكرة في ملعب أعضاء الآخرين من دول مجلس التعاون هي دفعت ثمن لهذا المجلس كي يظل متماسك ويظل مستمر طول هالفترة هذه رغم الضرر الذي أصابها في العشرين سنة الماضية ومع ذلك تغاضت وصمتت وسكتت ويحتفظت بجزء من الثمن التي دفعتها طول هالفترة هذه الآن البحرين تكون كفا أنا دفعت حصتي من تماسك هذا المجلس على الآخرين أن يتحملوا المسؤولية معايا ومع ذلك تظل البحرين تدفع ثمن ومش بس البحرين يعني الإمارات أيضا مملكة العربية السعودية وحتى الكويت جميع دول مجلس التعاون تضرروا من السياسات القطرية ومن سلوكها فالبحرين رفعت الراية الآن رفعت الراية يعني هي الآن في المقدمة هي التي تقود الموقف الآن وهذا يعني موقف جدير بالاحترام من مملكة البحرين بأنها تتخذ الموقف وتصرح فيه ألانية واللي ما قدروا يقولون الإخوان قدرت البحرين يقوله إذن سيدة سوسن هل نتوقع يعني صدور قرارات مماثلة من الدول العضاء أعتقد أن الدول الثلاثة اللي هو المحرين والإمارات السعودية من تفقيد تماما على أنه لا قمة يزيد قطر وهذا لا يعني أنه لا قمة يعني سينتهي عقد القمم الخليجية أو المجلس سينحل أو سيتفكك أبدا نحن حريصين على هذا المجلس أكثر من أي أضو آخر بدليل صبرنا على هذا الضرر كراما لهذا المجلس الآن نريد أن نصحح ونقوم هذا المجلس كينك يعني نتحرك إلى الأمام بمجلس قوي أعضاء متباسكين منتجمين المزاج واحد السياسة واحدة ظلم المهددات واحدة ومصيرنا واحد بالفعل فإذا كانت دولة مثل إيران تهدد كل دول مجلس التعاون بلا استثناء الآن إذا ما وقفنا وقفت رجل واحد وجميعنا في صف واحد فما فائدة المجلس إذن البحرين تقدمت الآن إلى الأمام وكشفت عن موقفها بكل وضوح إن هذا المجلس إذا أراد أن يستمر لابد أن تكون قطر خارج هذا المجلس إلى أن تعود قطر لرشدها وهي ستكون على الرحب والساعة في أي وقت ترجع إلى قواعدها وإلى حضرها وإلى أمقال استراتيجي أما قبل ذلك إذا أردنا لهذا المجلس أن يستمر إذا أردنا إلى الأمن والاستقرار لا يمكن أن تحضر دولة تستعين بقوات إيرانية وتتحالف مع إيران وتحضر لجانة اللوزارية أو لجانة الأمنية أو لجانة العسكرية هذه لا يتطابق مع الواقع يعني لا نضحك عن نفسنا الفترة اللي فاتت كانت البحرين ومش بس البحرين كل الدول تتحفظ في اجتماعاتها لوجود قطر فيها فإذا ما يستمر هذا الوضع لازم نكون واضحين وصريحين خاصة أن الآن المجتمع الدولي كله يحارب الإرهاب ويتفق تماما على مواقفنا تجاه إيران وضط إيران يعني إذا كانت أوروبا تصرح أن فعلا إيران تمارس يعني سلوك غير شرعي في منطقة الخليج العرب والستراتيجية الأمريكية أيضا صرحت بكل وضوح أن إيران هي مصدر الإرهاب ومنبع الإرهاب إتي دولة من دول مجلس التعاون وتتحالف مع إيران في هذا الوقت تحديدا يعني هذا انتحار ليش اتجرنا كلنا معها فإحنا أولى بأن نحن نحافظ على هذا المجلس بأن يا قطر روحي مع الشريفة اللي أنت يعني عاجبتك أو إن إيران هي الدولة اللي تفهم لغة قطر وتستطيع أن تتحالف معها فليكن هي حرة كما تشاء لكن هذا المجلس يستحق أن نحترمه وأن لا نستخف بهذا الأمن وهذا الارهاب اللي يهدد منطقتنا لقطر عندما تصرح أن أنا مع المجلس ثم تقوم بسلوك معاك استماما هو استخفاف استخفاف بالأمن واستخفاف حتى بعقول الناس والمستمعين لهذا الخطاب الآن البحرين تتقدم إلى الأمام تقود هذه الراية بأن يا عضاء مجلس التعاون كل يتحمل نصيبه ومسؤوليته في هذا القرار نحن ننتظر الكرة الآن في ملعب دولة الكويت والشقيقة وعمان الشقيقة أن يحددوا موقفهم نعم في نقطة مهمة على فرض أن نحن طلب التأجيل الآن وهذا شيء جيد لا البحرين طلبت ولا الإمارات ولا السعودي فأي طلب تأجيل وتتمناه قطر هذا التأجيل يتحاول أن تماطل وتكسب مزيد من الوقت ولكن على فرض لم تعقد القمة في الكويت والمملكة العربية السعودية دعت إلى قمة استثنائية بعد شهر مثلا هل ستغيب الكويت أو أعمان عن هذه القمة؟ لا أعتقد نحن الجميع حريف على هذا المجلس وبالتأكيد المملكة العربية السعودية لن تدعو قطر نعم الكاتبة العالمية سوسان الشعر اكتملت الفكرة ستاة سوسان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك